السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو مخصص للبنات يلي بيسألوا عن الأسباب يلي ممكن تخلي المنقبة تتخلى عن نقابها أو أنا كمنقبة كيف أو إيش الأمور اللي ممكن تساعدني أثبت على نقابي الآن الأسباب أنا صنفتهم لأربع مجموعات المجموعة الأولى هي المجموعة الدينية والروحانية لش مهمة هاي المجموعة لأنه هي الأساس يعني أنت إذا أخذت قرار بأنك أنت تلبس النقاب الفترة اللي كنت عايش فيها يعني لو ترجع للفترة اللي كنت عايش فيها لما أخذت هذا القرار راح تتأكدي بأنك أنت كنت بمرتبة جدا عالية في علاقتك بربنا بمرحلة كنت فيها بقمة روحانيتك وأيضا كنت جدا قوية لهيك كان القرار بأنك تلبس النقاب هو القرار الأنسب ولو تتذكر الأشي اللي كنت تعمليها أو الأشي اللي كانت تتحفزك للبس النقاب راح تتأكدي بأنه أنت كنت جدا قوية وكانت علاقتك بربنا جدا قوية هذا الموضوع أنا كثير كررته بكثير فيديوهات لما كنت أحكي عن العلاقة ما بين الجوهر والمظهر فكنت أحكي دائما أنه الإشي المنطقي بأنه إذا كان جوهرك تمام أنه ينعكس هذا الإشي على صورتك أو على مظهرك مش شرط أنا أحكم على الإنسان من مظهره هذا الإشي أبدا مرفوض ودائما كنت أكرره في فيديوهاتي لكن هذا الإشي الطبيعي والمنطقي فإنت إذا لاحظت أي اختلال في شكلك يعني اختلال قصدي بأنه الشكل بقصد فيه النقاب يعني إذا حسيتي إن أبلشت تشكي بحاشتك ببلشت تشكي بقناعتك بأهمية النقاب بلشت تشكي بحبك لنقاب هذا الإشي لازم تراجع فيه داخلك لازم ترجع فيه للفترة يلي أنت أخذت فيها قرار النقاب إيش الأشياء اللي كنت تعمليها إيش العبادات اللي كنت تقومي فيها إيش الأمور اللي كانت تتحفزك وكانت تقويك لحتى أخذت هذا القرار وكنت صارمة فيه وكنت قوية فيه وتحداتي كل الناس فيه مش غلط تجيبي ورقة وقلام وتكتبي فيه كل الأمور اللي كنت تعمليها تكتبي فيه حياتك كيف كانت تكتبي فيه العبادات اللي كنت تقومي فيها وتقارنيها بوضعك الحالي وتحاولي تجددي تحاولي تجددي علاقتك بربنا لأنه والله هذا هو يعني الحل الأصح بأنه أنت تعززي علاقتك بنقابك وتعززي حبك لنقابك الأسباب الثانية اللي بتجبر البنة أنه هي تتخلى عن نقابها هذا الإشي مش بإيدها وهذا الإشي دايما بستخدمه كأدالة أثبت بأنه النقاب مش فرض هذا الإشي مقامنا فيه هو فضيلة هو أداء أنت بتحس فيها أنه أنا بدي أقرب لربنا أكثر أنا بشعر بإمتنان عظيم لرب العالمين فبحس أني أنا مش مكتفي بالعبادات اللي بقومها لهيك أنا بدي أخذ قرار النقاب أني أنا ألتزم فيه ليكون طريق أو يكون وسيلة لإني أنا أقرب لرب العالمين وأرضي الآن الأسباب الصحية متمثلة بشكل أساسي وأن هذا الإشي بحكي من خلال تجربتي مع بنات كثير السبب اللي هو أو الأشي اللي بيتضرر بالبنات اللي بيبسوا للنقاب الجهاز التنفسي ليش لأنه النقاب بيغطي هاي المنطقة اللي هي بيغطي الأنف فقليل من البنات ما عم بحكي أنه عدد كبير من البنات لا قليل من البنات اللي واجهتهم بيشلحوا النقاب لأسباب صحية بسبب أنه هم أريدي عندهم مثلاً جيوب أو عندهم ضيق بالنفس فالنقاب ما كان إشي منيح لإلهم أو ما ساعدهم فحسوا أنه لا مش قادرين يكملوا معه فاضطروا أنهم يتخلوا عنه أو يشلحوا وكانوا جداً حزينات بهذا القرار الآن السبب الصحي كيف نحن نتجنبه بأنه تحاولي تستخدمي القماش الصح بتحاولي أنك ما تضلي لفترة طويلة لابس النقاب وكمان بأنه إذا اضطريتي أنك خلص تتخلي عنه فما تأذي حالك بأنه لأ أنا بدي ألبس النقاب حتى لو كان الإشي مؤذي بالنسبة إلي الآن في بنات كثير شلحوا النقاب لأنه الدكتور حكا لهم أنتوا لازم يعني لازم ما تكملوا فيه لأنه بيأذي الجهازكم التنفس لأنه أنتوا أصلاً عندكم مشكلة معين من قبل ما تلبسوا النقاب يعني أنا بحكي عن قلة من البنات ممكن أنه يصير معهم هذا الإشي وأيضاً من البنات اللي هما بيقعدوا فترات طويلة بالشمس أو بره بسبب شغلهم أو دراستهم يعني ساعات طويلة فإنه البضع بيكون صعب عليهم أنهم يظلهم مغطين الآن حكيت لكم القماش نستخدمه يعني نختاره صح نختاره خفيف نحاول بأنه ما ننظر نلابسين النقاب لفترة طويلة وإحنا جد عنا مشاكل أريدي مشاكل صحية وإذا اضطريتي بأنه تتخلي عن نقابك أو أنه الدكتور طلب منك هذا الإشي حماية إليك مثل ما أنا حكيت الجملة وما كملت أنه كثير بنات اضطروا أنهم يشلحوا بسبب هاي المشاكل الصحية لكنه لسه في عندهم يعني أمل بأنهم يرجعوا يلبسوا وعلاقتهم لسه قوية بنقابهم وهسه هم بيتعالجوا من الإشي اللي صار لهم أو الإشي اللي الضاعف عندهم ورح يرجع يلبسوا نقابهم أنا بحكي عن قلة قليلة من البنات يعني أنا الحمد لله رب العالمين إلي سنتين لابسيتوا كثير بنات و12 سنة و13 سنة بالعكس يعني صحيا كان الإشي إيجابي بالنسبة لهم إنهم حماهم من كثير شغلات فأنا بحكي عن قلة من البنات اللي هما عندهم مشاكل من الأول المجموعة الثارتة اللي أنا مثل ما حكيت لكم صنفت الأسباب المجموعة الثارتة من الأسباب اللي هي علاقتك أنت بنفسك أنت لما أخذت قرار النقاب كنت جدا قوية كنت على قدر من القوة بأنه أنت تتحدي كل الناس وما عنديك أي مشكلة بهذا الموضوع الآن أنت بلشتي تشكي بحبك لنقابك أو بقناعتك لنقابك فأنتي لازم تراجع قوتك ترجع إلى المحفزات اللي كانت تساعدك أنه أنت تلبس النقاب بالفترة يلبستي فيها النقاب ممكن يكونوا بنات منقبات تساعدوك ممكن يكونوا فيديوهات كنت تحضريها ممكن يكون ناس معيني كنت تسمعي لهم فأقنعوك بالنقاب حاولي أرجع إلى المود اللي كنت فيه حاولي أرجع إلى الناس اللي كنت معهم حاولي أرجع إلى الأشياء اللي كنت تسمعيها قوي حالك أكثر تذكري الغاية اللي خلاتك تلبس نقابك تذكري الإشي اللي خلاكي تتحدي كل الناس وخلاص تأخذي قرار بأنه هذا هو الإشي الصحي اللي أنا لازم أعمل هذا الإشي اللي رح يهذبني هذا الإشي اللي رح يقربني من ربنا أكثر فراجعي حالك بهذه الأشياء وما تستسلمي للشيطان ما تستسلمي لضعفك أنت إنسان قوي والضعف هذا شي طبيعي يعني لأي حدا أنه يضعف إيمانه حاولي قوي إيمانك حاولي إشحن إيمانك وما تتسرع بأخذ قرار بأنه خلاص أنه أنت ما بدك تكملي مع النقاب أنا ما عم بجبر أو لا ما عم بقنع حدا أنه يلبس النقاب أو أنه يظل ثابت على النقاب وأنا بس بحكي لك أنه قرار خلع النقاب أو قرار أن تتخلي عن النقاب جدا متعب وجدا صعب وعلى الناحية النفسية يعني رح يكون الأثار مش سهلة أبدا فلهيك أنت أفضل جهدك بأنه الإشي اللي أنت أخذتي ربي العالمين اختارك لتلبسي هذا اللباس لك يعني كثير في بنات نفسهم يلبسوا فحاولي إنك تكون يقدم يعني تشكلت آخر شي بدي أحكي اللي هو الظروف الأخرى مثل السفر ففي بنات بيكونوا مضطرات يسافر أو يغيروا مجتمعهم فهذا الإشي برغمهم إنهم يشلحوا النقاب بدي أحكي إنه الله يثبتنا جميعا وبيدي أحكي لهذا البنات إنه إذا انتوا بطررتوا تشلحوا النقاب فإنه رب العالمين بيعرف نيتك إنه إنتي حب النقاب وحب تكملي عليه في كثير بنات غيروا مجتمعاتهم في كثير بنات تحدوا كل شي بيصير حواليهم حتى يثبتوا على النقاب في كثير بنات بيعانوا بس مصرات إنهم هم يموتوا هم ملابسينه ويقابلوا ربنا وهم ملابسينه فالإشي جدا حكم متعلق بروحك متعلق فيك إنتي على قد ما بتحبي نقابك رح تثبتي عليه اسأله رب العالمين الثبات والنقاب إشي كثير حلو برغم صعوبته وبرغم الجهاد اللي إحنا بنجاهد وإحنا لابسينا لكن سبحان الله سبحان الله إنه رب العالمين وضع في متعة يعني ما شفتها بأي شي ثاني فإثبتوا حاولوا وقرار إنه إنتي تشلح النقاب أتحكي للبنات اللي هم حكوا معي خقولي إنه إحنا بنفكر نشلح النقاب هيك أدرسي منيح معا بحكيلك إنه لا وما تشلحينا هذا الإشي مش يعني ما إلي دخل فيه لكن بحكيلك إنه أدرسي هذا القرار منيح لإنه قرار مش سهل أدرسي لقدام كيف حتكون حياتك بدونه لأنه إنتي إليك فترة لابسيته فأكيد تعلقتي فيه فما حيكون الإشي عليكي سهل بتمنى أكون فيدتكم بهذا الفيديو شكرا كثير لمتابعتكم و السلام عليكم